موسيقى مساء الخير القدس العاصمة التي تبكي العاصمة التي أبكت العرب القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية القدس كانت وستبقى عربية هذا النهار الطويل التضامني مع فلسطين ومع القدس من تلفزيون لبنان ختامه مسك مع باقة من مثقفات من رائدات ومن نساء كانوا من لبنان إلى العالم العربي رائدات وسفرات للبنان ولقضية فلسطين دكتور مونة الشرافي تيم كاتبة وأستاذة جامعية في جامعة الاليو وصحفية وماشطة ولكي في الحقل الاجتماعي مسيرة طويلة أهلا وسهلا بكي في تلفزيون لبنان الدكتور وداد الديك مديرة الكلية الأداب في الجامعة اللبنانية كاتبة وباحثة في العلاقات الدولية مستشارة سابقة للزعيم الراحل ياسر عرفات ومسؤولة التنصيق السياسي وبناء الكوادر في طيار المستقبل ولكي أيضا العديد من الإصدارات الثقافية والإصدارات السياسية وحضرتك أيضا ناشطة في الحقل الاجتماعي أهلا وسهلا بكي في تلفزيون لبنان دكتور رانا أبو ظهر سفيرة السلام للأمم المتحدة ومستشارة دولية كاتبة وصحفية وعضو مقابة الصحافة وناشطة اجتماعية وأيضا عضو في عدة منظمات دولية أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان دكتور ماجدة داغر زميلي بتلفزيون لبنان سابقا وشاعر حضرتك وباحثة في النقد والأدب والتاريخ ومديرة الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في جامعة الأيوستي وأيضا ناشطة في الحقل الاجتماعي والثقافي اليوم نجتمع على هذه الطاولة المستديرة لنبحث قضية واحدة قضية جمعة كل عواصم العالم العربي والعالم الإسلامي وحتى معظم عواصم العالم فلسطين قرار ترامب بحق فلسطين بحق القدس كان أليما وكان صعبا على الشعب العربي قبل زعماء العرب هأبدأ معك دكتور مونة كيف تلقيت خبر ترامب هذا القرار بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل في الحقيقة دائما القرارات التي تأتي من الخارج والتي تأتي من الغرب تكون مدروسة تماما ويكون مخطط لها مسبقا ومنفضة أيضا هو ليس قرارا جديدا على الأرض هو ربما قرار جديد على الإعلام أو على الملأ ولكن أعتقد أن القرار هذا هو ليس بالجديد أعتقد أنه ينفذ ونفذ على الأرض في فلسطين وفي القدس كما نعلم القدس اليوم الكنيسة رئاسة الوزارة ورئاسة الحكومة كلها موجودة في القدس وليس في تل أبيب هذا ماذا يعني هذا الأمر هذا الأمر يعني أن العاصمة الفعلية للدولة المحتلة إسرائيل هي القدس فما جاء به ترام ليس جديدا علي ولا جديد على الشعب الفلسطيني أو المقدسي في القدس هم بالنسبة لأهل بالنسبة لأهل القدس ممكن أنا أود أن أشير إلى أمر وقد علمت به من صديقة لي في القدس سألتها كيف تلقى المقدسيون هذا الخبر هي قالت تلقوه بصورة عادية ولم تكن هناك انتفاضة كما حدث في الأقصى بتموس حين انتفاضة الأقصى هي قالت أن الأمور هادئة جدا وسمحوا الإسرائيليين سمحوا للفلسطينيين أن يصلوا في داخل المسجد الأقصى اليوم على وجه الخصوص لأنهم حسبوا حسب ما حدث في تموز لكن للأسف سقط الشاهدين اليوم وعدد كبير من الغرحة لغم كل هذا الشعب الفلسطيني اليوم شعب مقاوم نزل إلى الميدان بكل شجاعة قال للإسرائيلي لا القدس عربية وسقط للأسف شهداء يعني اليوم نحن متجهين لتصعيد داخل فلسطين قد برأيك اليوم الإسرائيليين هيعملوا حساب للدم الذي سينزف ويروي الطراب الفلسطينيين رح يعملوا حساب لأنه هن بيعرفوا أن الطفل الفلسطيني الطفل الفلسطيني قبل الرجل والشاب والإمرأة الطفل الفلسطيني هو مجاهد هم يعلمون أنهم إن قتلوا طفلا سيولد عشرة أو ألف قطعوا عضوا ستتكاتف أعضاء الفلسطينيين معا كي يشكلوا قوة يواجه بها إسرائيل هم يعلمون هم يخافون الموت الفلسطيني لا يأبه الموت لا يخاف الموت هو يدافع عن أرضه هو يدافع عن كيانه هو يدافع عن وجوده ذلك الوجود الذي لغاه من ليس لهم حق خلينا نرجع يمكن أنا بحب أشير إلى اليوم شو ترامب؟ اليوم ترامب قرر أنه يكون في يعلن القدس عاصمة للإسرائيل طيب من هو كي يعلن؟ هو ليس صاحب حق ولا يملك ذلك الحق ويعطيه لمن ليس لهم حق ويعطيه لمن لا يستحق كما حصل وعد بالفور حين وعدوا بالقومية اليهودية ويكون لهم وطن في فلسطين عند إذن أيضاً وعد بالفور كان أيضاً وعد من لا يملك لمن لا يستحق فأعتقد أن الصورة مكررة وأننا أمام مشاهد كأنها تعيد نفسها لأننا عتيت تخاذلنا أمام تلك الضغوطات الفلسطيني لوحده لا يستطيع أن يواجه كل هذه الأمور وكل هذه السياسات سياسات التهجير سياسات القتل سياسات الدموية سياسات سلب الهوية من الفلسطينيين نعم دكتور مونة أنا أكيد حرجع لك خليني يكون مع ست وداد دكتور وداد حضرتك يمكن عنوان الأبرز لهذا الحل حضرتك كنت مستشارة لزعيم راحل له تاريخ كبير في النضال الفلسطيني الرئيس الراحل ياسر عرفات اليوم القضية الفلسطينية برأيك إلى أين بداية اسمح لي أن أحيي القدس وأحيي الشعب الفلسطيني وأحيي أهلنا في فلسطين فلسطين الأبية فلسطين الجريحة اليوم والبارحة وغدا فهذا الشعب كما قال ياسر عرفات شعب الجبارين هذا الشعب الذي ينزف يوميا وقرار بجعل القدس عاصمة لفلسطين المحتلة أنا أرفض أن أقول إسرائيل لفلسطين المحتلة لن يغير أي شيء عند هذا الشعب الفلسطيني لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الشعب يواجه الاحتلال يوميا وكل ساعة أعلن القدس أو أعلنت القدس عاصمة لفلسطين المحتلة من رئيس هو حليف لإسرائيل إذن كأن إسرائيل هي التي أعلنت القدس عاصمة لا فرق بين إسرائيل وبين ترامب إذن بالنسبة للفلسطينيين هم ليسوا بدعفاء بالعكس هم أقوياء وعندهم أوراق كثيرة يجيدون ويستطعون اللعب بها وحان الوقت أنا بالنسبة لي حزينة ولكن بنفس الوقت فرحة فرحة لماذا؟ لأن على هذه الحبة أو هذه الصدمة جعلت القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب نسيت ودفنت بهذا التوقيت لماذا اختير هذا التوقيت لإعلان ترامب لأن العرب للأسف مشغولون بأنفسهم وبوضعهم المرير في العالم العربي وفي الشرق الأوسط تجرأ ترامب بإعلان بهذا التوقيت القدس عاصمة الفلسطين المحتلة إذن أنا فرحة بين هلالين لأنها صدمة ستهز العرب والشعب العربي والشعوب الحية والشعوب الحرة أين أنتم من فلسطين؟ نسيتم فلسطين نسيتم القدس نسيتم قضيتكم المركزية فلسطين هي البوصلة ضيعنا البوصلة نحن يا أستاذ نبيل بس شفنا اليوم تحرك شعبي كبير في عواصب العالم العربي حتى في بيروت وفي طرابط وفي صيدة حتى في الدول الإسلامية كبكستان وكبينجلاديش هذا تأكيد على ما قلت اليوم رجعت نعم رجعت كان بدهم صدمين نعم برأيك هل العرب أو هل قادة العرب اليوم سيكون لهم كلمة حاسمة نحن على بضعة أيام من قمة عربية وقمة إسلامية وسيشارك فيها لبنان هل برأيك سيكون هناك قرار حاسم؟ أتمنى أتمنى أنا كما عشت مع الشعب في المخيمات وخارج المخيمات وفي تونس هذا الشعب أعرفه جيدا لا ينتظر شيء لا ينتظر شيء ولا من العرب ولا من الغرب ولا يستسلم هذا أكيد لأن لا بديل لفلسطين عن فلسطين نعم إذن لا ينتظر شيء لا من العرب ولا من الغرب هلأ القمة العربية القمة الأسلامية أتمنى أن تأخذ قرارات مش قرارات كما عودون العرب على بيان نصرة فلسطين لا أتمنى أن يكون هناك موقف فعلا حاسم للعرب وإذن يعني نحن رأينا اليوم فرنسا وبريطانيا نعم إذا فرنسا وبريطانيا الغرب أو أوروبا الغربية أخذت هذا الموقف إذن على العرب هذه المرة أن يفيقوا ويستصرخوا ويقولوا كفا 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 لأن إذا ضاعت فلسطين لها فلسطين لها شعبها لها مقاومتها تحميها ولكن العرب يا يا عزيزي لا ننسى شعار فلسطين حدود فلسطين حدود التي تدرس في فلسطين المحتلة من النيل إلى الفرات نعم يعني هذه الهزيمة هي هزيمة سوف تقول للعرب وليس للفلسطينيين للأمة أجمع لأن الحرب التي سوف تقودها إسرائيل ماذا تريد إسرائيل تريد التطبيع تريد الحرب الاقتصادية تريد النفط تريد المياه انتهت الحرب العسكرية لا يوجد هناك حرب عسكرية بين إسرائيل والعرب يعني هذا سيكون باب للتطبيع مع العرب ولإزلال العرب ولخضوع العرب لشروط إسرائيل لأيضاً لأيضاً سرقة سروات النفط التي بدأت تنبع من لبنان وفلسطين المحتلة وغزة ولإكمال سرقة المياه إذن التطبيع هذا أنا برأيي اليوم والبارحة ما حصل هو باب للتطبيع مع العرب إذن على العرب أن يكونوا هذه المرة يقذين وحمات لدولهم ولشعوبهم وللقدس نعم دكتور ويداد أنا أكيد سأرجع لك بسيء الحلقة سأنتقل مع دكتور رانا دكتور رانا أبو ظهر شفتك محمسة وشفتك هالأد منفعلة وهالأد متحمسة تتوجهي كلمة ورسالة للشعب الفلسطيني اليوم القدس مظلومة القدس يعني بحق في قرار ظالم أنه يعلن الرئيس الأمريكي بطريقة مستفزلة لكل العالم مش بس العالم العربي أنه القدس هي عاصمة لإسرائيل نحن اليوم من تلفزيون لبنان عم نقول قدس عربية شو بتقولي للشعب الفلسطيني اليوم يعني نحن بكينا على فلسطين لحد ما نشفت دموعنا وصلينا لحد ما انطفقت شموعنا وركعنا لحد ما تعبنا من الركوع القضية الفلسطينية قضية إلها سنين وسنين وكفة متاجرة بالشعب الفلسطيني كفة متاجرة بالقضية الفلسطينية إنها القدس إنها قدس الأقداس إنها زهرة المدائن إنها قبلة مش بس المسلمين المسلمين والمسيحيين إنها مهد الحضارات والأديان هذه هي القدس هالمرة أنا برأيي خط أحمر هذا القرار ما هو هذا القرار هذا القرار قرار خطير ويصدر عن أكبر مركز رئاسي أمريكي واللي هو طبعاً منفذ لقرارات ورغبات إسرائيل هذا القرار ينسف كل القرارات الدولية والمواثيق الدولية عرض الحائط علناً أصبحت تقول أمريكا وإسرائيل لا يهمنا شيء ولا تهمونا أنتوا أيها العرب ولا تهمونا هذه الكدس لنا برأيهم هن ولكن لا هذا القرار خطير وخطير جداً ونحن هنا نبدأ مرحلة جديدة من الصراعات الجديدة الصراعات الدامية إنها الكدس إنها خط أحمر وفي هذه المرحلة نحن أمام وعد بلفور جديد بعدهم محتفلين بمئة سنة على وعد بلفور صحيح بعدهم بقيد الاحتفالات على وعد بلفور الذي قسم الفلسطين وهن أن اليوم مش بس أعطوا الأرض الفلسطينية للكيان الصهيوني ولكن اليوم وعد بلفور قسم المنطقة العربية كلها جردما حقق حلم إسرائيل هذا وعد بلفور الجديد الخريف العربي أنا أسميه لا أسميه ربيع عربي لأنه كان كبوس عربي وليس ربيعاً عربياً إنما كبوساً عربياً اللي دم المنطقة وقسمها بصراعاته واستنفزها اليوم طي يطلع هيك قرار مبني على أسس وهو ضعف العرب وضعف الدول العربية والاستهانة بكرامتهم وقراراتهم هذا القرار نحن نعرف أنه له أكتر من عشرين سنة في الكونغرس ولكن لم يتجرأ ولا أي رئيس أمريكي بأعلانه بشكل رسمي ألا ترامب ومثل كأنه عند أولا بفخر أنه القرار الجريء اللي أنا أخذته بتجرأ ولا رئيس أمريكي يقول قبله لكن أنا بستوقف عن موضوع معين لهو التخبط في الإدارة الأمريكية يعني شفنا اليوم ترامب وأعلن فورا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من تل أبيب رأينا الوزارة الخارجية قالت أنه حوالي ستة شهر ستتم عملية النقل اليوم شفنا تيلرسون عن بيقول قبل سنتين رجعنا ألنا التريس يعني شفنا اليوم في تريس لموعد يحدد لاحقا بلايك اليوم الاستيقاب أو اليقظة العربية من الشعوب العربية من الشعوب الإسلامية اللي اليوم هبت في الميدان إن كان في الميدان الفلسطيني إن كان في الميدان العربي إن كان في الميدان العالمي هل برأيك هيدا اليوم ترامب عمل له حساب أنه أنا متوقعت هل أد تكون ردة الفعل الشعبي العربي الإسلامي هو للأسف رئيس ترامب يعني لا يقيم وزن ولا لأي أحد هو أحادي القرار ما بهمه يتصرف بطريقة عشوائية وهمجية مثل ما فعل في المملكة العربية السعودية ذهب ووضع هذه أموالكم حق لنا وإلا سنفتح لكم ملفات 11 سبتمبر ونقول أنكم متورطون أموالكم في أمريكا هي حق لنا بيعتبر أنه يحق لهم لا يحق لنفسه بالنهاية لن يعني يكتره تولى بأي رأي ولكن تبقى فقط الشعوب العربية واستمرارية هذا الضغط وإعادة وتجديد المقاومة للتمسك بالأرض هذه القدس أخلص وبعد مرحلة طويلة من التفتت إلنا حوالي 6 سنين 7 سنين الكابوس العربي اللي فتت الأم العربية نحن نحقق بنزاعاتنا وحروبنا الحلم الإسرائيلي من الفرات إلى النيل وإسرائيل لم تخسر حتى رصاصة واحدة في هذا الحلم فرئيساً ما في شيء لح يوقف بوجه هذا القرار برأيه إلا ضغط الشعوب نحن نعتمد كثيراً على الزعمات العربية للأسف لأن بعض منهم متواطئ وأمريكا لما أصدرت هيك قرار بدي أقول رئيس أمريكي أنا ما بعتبر أمريكا اللي أصدرت لأنه أكيد في كتير بيخالفه بهذا الرأيه ما هو إلى مبني على أرضية متزعزعة ضعف وجرب هو شاف كيف أي قرار ممكن ياخده ما بيعمل ولا أي ردود فعل عربية لأنه ردود الفعل العربية أصبحت ضعيفة البلاد العربية تتخبط بعد أن كانت بلاد عربية أصبحت أصبحت دويلات عربية وهي تتخبط في ذاتها التهد بالحروب ولكن هيدا اليوم لازم يعرف هيدا القرار نحن مع بداية صفحة دموية جديدة ولا في شي حيوقف أدام الحشود الشعبية وخاصة العربية اليوم هالصحوة العربية اللي شفناها بكل البلدان العربية هيدا دليل أنه أنتو اليوم مسيتوا أقدس أقدسنا لا هيدا خط أحمر وأنا بتمنى على الشعوب العربية ما توقف بيوم وبيومين وجمعة وجمعتين يستمل هذا الحراق وتستمل الدقوطات برغم أنه صار في دعوة لكمة عربية إسلامية برغم أنه هيدا كله بيساعد ولكن الضغط الأقوى يبقى من الشعوب وما ننسى أن الشعوب العربية والشعب الفلسطيني بالذات يتحلى بالجرأ والشهادة وهذه هي الشهادة الحقيقة صحيح أما الإسرائيلي فهو جبان وجبان جدا نعم دكتور ماجدة أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان أنت بنت البيت أنت زميلي سابعة بتلفزيون لبنان حين دائما عند الدخول على تلفزيون لبنان طبعا لتلفزيون العريق وحضرتك شاعرة نعم اليوم بسم الله يعني أنا محظوظ أنه قاعد بين هالباقة من السيدات والمثقفات والمراضلات اللي قال لهم تاريخي كتير كبير اليوم كنا عم نسمع الدكتور ويداد الدكتور مونة والدكتور رنا عم يحقوا بصرخة أدي اليوم الامرأة وحضرتك شاعرة أدي اليوم الامرأة على دور وخاصة في هذه الأزمات يعني اليوم الامرأة بنشوفها الحنان بنشوفها الحب لكن فينا نشوفها المناضلة يعني شفنا اليوم الدكتور ويداد تاريخ من النضال مع الراحل ياسر عرفات بتونس مع المخيمات أدي اليوم الامرأة نحن بحاجة لهيك مواقف تتأثبت أنه الامرأة هي أيضا في هذه النزاعات لها دور كبير شوف سيد نبيل رغم كل المعوقات والعقبات التي تواجهها المرأة في المجتمع العربي ونعلم تماما عندما نقول المجتمعات العربية نعني هنا المجتمعات الزكورية وهي أفضل من قبل خلينا نقول باتت أفضل من قبل في هذا الموضوع رغم كل ذلك المرأة لديها دور كبير جدا وليس بالكلام فقط إنما هي أثبتت على الأرض في الميدان أنها مرأة مناضلة في سبيل نفسها بالدرجة الأولى في سبيل عائلتها في سبيل وطنها في سبيل مجتمعاتها هي كانت موجودة وستبقى اليوم برز أكثر من ذي قبل دور المرأة في موضوع الندال هناك شهدات يعني نحن نعلم تماما المرأة العربية قدمت دمائها في سبيل القضية الفلسطينية والقضايا العربية الكثيرة مع الأسف والتي منتهت لما كان اليوم هي موجودة موجودة فعليا نحن نسمع أصوات لنساء عربيات كثيرات منادلات بكل المجالات إن كان بالمجال الأدبي والشاعر نعلم تماما بفلسطين الشاعر فدوى توقان وثورية ملحس وكثيرات غيرها أيضا غيرهن طبعا هي موجودة في الميدان وفي كل المجالات بس يجب أن تعطى هذا الدور أكثر ويجب أن لا تطالب هي دائما المرأة هي التي تطالب يجب أن تكون المبادرة من دون إذن من دون سؤال وهي أثبت ذلك أيضا ولكن اسمح لي الآن وفي هذه المناسبة المناسبة الأليمة خلينا نقول وهنا أضم صوتي لصوت تكتورة ويداد عندما قالت أنا فرحة حقيقة يجب أن نفرح اليوم لأن فلسطين وعيدت إلى الضوء مجددا هي اليوم في الكادر هي اليوم في المشهد كانت نسيت هذه القضية لسنوات طويلة بسبب الأزمات الكبيرة بسبب تقاعص العرب بسبب تخاذل العرب تركت في فلسطين مهملة جريحة حزينة تركت تناضل وحدها ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفعل ما يحتاج وما هو بحاجة إليه هو وعد ناخبيه ووفى بوعده اليوم قدم لهم عاصمة عاصمة لإسرائيل وهي القدس وهنا الفداحة أن القدس هي أعظم مدينة عربية لفرادتها في الجغرافيا وفي التاريخ هي مهد الحضارات مهد الديانات السماوية الإبراهيمية هي تشكل رمزا لكل العالم القدس جاء ما يسمى بترامب وقدمها على طبق منفدة رغم الاعتراض والتنديد والاستنكار ليس فقط من دول العربية وإنما من كل العالم من أوروبا وكما قالت أيضا الدكتورة من أمريكا في قلب أمريكا أيضا هناك أصوات مخالفة لصوته حتى في يهود في العالم الغربي اليوم مظاهرات هنا يجب عدم الخلط بين اليهود والصهيونية الحركة الصهيونية يعني اليهود شعب اليهود هو الدين نحترمه هو الشعب نحترمه لكن الحركة الصهيونية هي التي أوصلت هذه الفكرة للناس من خلال إجرامها واحتلالها للأراضي المحتلة هناك وليكن هنا اسمح لي أتى هذا القرار أتى للتذكير تذكير بخساراتنا المتتالية منذ النكبة حتى النكسة مرورا بكل ما جرى والخوف هنا استاذ نبيل الخشية الكبيرة يتحول يوم سمعنا أن هناك جمعة غضب في فلسطين وكما حضرتك قلت في شهداء وتخطوا المتين وسبعين جريحة لما أعتقد يعني الخوف أن الغضب يبدأ بهذه الثورة المحمومة الكبيرة وثم يخفط وينطفئ هنا الخوف كما جرى سابقا بأكبر القضايا وأعظمها وأفدحها ماتت اختفت وخصوصا القضية المركزية في فلسطين أين هي القضية إسرائيل هي المستفيد الأول وهي تتفرج علينا وتضحك بكل ما جرى في العالم العربي نحن فعلنا بأنفسنا يعني هذا ما جنته أيدينا اليوم نحن نرى ونشهد على نتيجة كل العالم العربي 450 مليون عربي في مواجهة 6 ملايين إسرائيلي يعني هنا المفارقة الكبرى دكتور ماجدك حضرتك أعلمية عربية لبنانية شو بتتوجهي للقادة العرب شو بتطلبيهم اليوم أولا وأولا وآخرا الوحدة بالطبع الوحدة العربية التقسيم والتفتيت للفكر العربي إذا كان هناك من فكر للقادة العرب للحكام العرب للملوك العرب للرؤساء العرب أن يتوحدوا هناك حل نحن لدينا المبادرة هي بين أيدينا هناك مبادرة المبادرة العربية للسلام التي أطلقت في بيروت بالعام 2002 بالقمة العربية لرؤساء وملوك العرب صحيح وهي ماتت يجب أن يكون هناك حل شامل للمنطقة حل سلام شامل للمنطقة وهنا الدور الرؤساء والقادة العرب هم على الأسف الشديد لديهم ربما انشغالات أخرى انشغالات كثيرة غير الانشغال الأساسي والواقع والحقيقي اللي هو المشاكل الدول العربية والعالم العربي الذي يتخبط خصوصا في السنوات الست التي مرت منذ بدء الأزمة في سوريا مرورا إلى تونس وليبيا واليمن مؤخرا أكيد وسوريا والعراق بتنا في عالم مفتت جريح حزين لا أدري كيف لنا أن نتخطى كل ما شهدناه إلا بهذه الوحدة العربية التي لم نراها ولا بأي زمان لأنها القضية المركزية كما قالت الدكتور ويداري دكتور مونة اليوم في أزمات عربية إن كانت في اليمن إن كانت في سوريا إن كانت في العراق هذه الأزمات برأيك بعد هذا القرار لترامب ستنتهي؟ لا أعتقد بأنها ستنتهي ولا أعتقد أن هذا الأمر سيتطور إلى ربما أنا لا أريد أن نفقد الأمل هنا بل على العكس نريد أن نعطي الأمل أنا إذا كان عندي أمل عندي أمل بالشعوب وليس بالزعماء أعتقد أن العنصر القادر على التغيير والقادر على قلب تلك المعادلة أو توقف تنفيذ تلك المخططات هو الشعوب العربية هي القادرة إذا توحدت إذا تعدت عن الغريزة غريزة الطائفية وغريزة المذهبية التي زرعوها في أدبغتنا وفي أذهاننا وفي أنا أعلم في الجامعة في الجامعة أعلم شباب هم يظنون أنهم يحبون بعضهم البعض ولكن فتيل صغير يقلب يقلب الجميع ضد الطائفة ضد المذهب ويتجمعون وراء تلك الفكرة المخيفة هي التجرذم الطائفي والغرائزي والديني هم خططوا خططوا كثيرا أنا أعتقد أننا أن هزيمة العرب الحقيقية بدأت منذ أحداث 11 سبتمبر أحداث 11 سبتمبر لم تحدث هكذا ولم ولم ينفذها ولم تنفذها القاعدة القاعدة هي من صنعهم القاعدة هي من هم أوجدوها وهم أفنوها كان للقاعدة دور عليهم أن يقوموا به كي تتم فكرة أحداث 11 سبتمبر قام قام الأمريكيون بقيادة بوش طبعا زي ما بقولوا تضحية بعدد من الأمريكان وعدد من الأبرياء الذين كانوا موجودين في تلك الأبراج ولكن من قال أن تلك الطائرات التي دخلت هي التي سببت بإنهيار تلك الأبراج أنا أعتقد أن الهزيمة الحقيقية بدأت من هنا وأنهم خططوا ثم نفذ ولكن للأسف الذي حصل أنهم خططوا لمدى معين ولكن لم يضطروا إلى التنفيذ بأيديهم فقط قمنا نحن العرب بتراخينا بإنهزاميتنا يمكن بتقبلنا يمكن تنازلنا عن كرامتنا نفذنا أبعد بكثير مما يحتاجون إسرائيل لا تحتاج أن تضرب مدفع واحد لا تحتاج أن تستعمل حتى أبسط أنواع الأسلحة لماذا؟ نحن نقتل بعضنا البعض رأينا ماذا حدث في سوريا بدأت هزيمة العرب حين 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 ساعدوا حين ساعدوا في سقوط العراق ثم بعد منها انظر ماذا حدث ظننا أنه ربيعا عربيا ولكن هو لم يكن بالفعل شبيه بالربيع هو شتاء قحط صحراء أعتقد العرب أكثر ما إنها كانت ربيع العرب إحنا حين نريد أن ننتفد علينا أن نتثقف الحرية نحن نفتقد ثقافة الحرية الحرية عندنا أن نكسر أن نحطم أن نقتل بعضنا البعض كي نثور لا علينا أن نتثقف في أن نستعمل تلك الثقافة التي تشير إلى أننا قادرون على التغيير بالنسبة للقرار لقرار الذي قام به ترامب ترامب لا يقبه للعرب ولا يكترث لهم ولا يكترث للشعب العربي إن بقيت أو ماتت وهو لا يخشى وهو لا يخشى أحداً لذلك هو قادر على إعلان إعلان القدس عاصمة للصهاينة ولكن أريد أن أعود إلى الأرض إذا كنا نريد إذا كان زعمائنا العرب وإذا كان الشعوب العربية أرادت فعلاً أن تنتفد وأرادت أن تستعيد القدس علينا أن نستعيد القدس بكل بكل نواحيها من كل جهاتها بكل أبعادها لماذا؟ لأن لأننا إذا دخلنا على الأرض ربما أنا أتكلم من منطلق لكن أنا لازم أخبر مشاهدين أني أنا فلسطينية الأصل نعم ف بالقدس فعلياً فعلياً هي عاصمة ل الآن القدس هي عاصمة لإسرائيل عاصمة للصهاينة لأنهم الآن قاموا بأشياءهم فصلوا فصلوا المخيمات كما في كل مكان هناك مخيمات بالقدس هناك مخيمات يسكنها الفلسطينيون المقدسيون الذين يعيشون في القدس اليوم هم من سكان القدس من الـ 67 من قبل الـ 67 منحهم الصهاينة أنا ما بسميهم لغير الصهاينة منحهم الصهاينة الهوية أو ربما التذكرة الزرقاء يقولون بها يتميز بها البطاقة الزرقاء التي يتميز بها المقدسيون ولكنهم هم يعلمون المقدسيون يعلمون أنهم إذا خرجوا من حدود القدس يفقدون تلك البطاقة هناك مخيم شعفات بالقدس وهناك كفر عقب أيضا في القدس هم صوتوا كي يفصلوا مخيم شعفات وكفر عقب عن القدس بذلك هم وأخرجوا كل المقدسيين من حي اليهود حي اليهود هو في قلب القدس أيضا أخرجوه نهجروهم من ذلك الحي ففعليا فعليا فعليا هم ويصعبون الحياة أيضا على المقدسيين هم يرفعون عليهم الضرائب يحتاجون لدفع مبالغ طائلة من أجل الطبابة الأمور أبعد بكثير من قرار طبعا قرار ترامب اليوم هو مثل القنبلة أو القنبلة الصوتية أعتقد أكثر ما إنها القنبلة الفعلية التفجير الحقيقي يحدث الفلسطين تقسم ربما ربما كما قالوا السيدات أن ما فعله ترامب صحة نشر نوع من الصحمة نوع من الصدمة فربما نستطيع أن نقف ونقول لنعرف فعليا ماذا يحدث دكتور مونة اسمحيلي يمكن لما ذكرت حضرتك أنك فلسطينية حتيتك تأثرت شو بتقول الشعب الفلسطيني اليوم لبالقدس للمقدسيين تحديدا هم صامدون وأعتقد أنني مهما قلت هم صامدون هم مناضلون هم مستعدون للموت للموت لا يخافون الموت لا يهابون شيء لذلك علينا أن لا نخشى على القدس علينا أن نعلم أنهم سيواجهون بصدورهم العارية بأجسادهم بأطفالهم بكل شيء سيواجهون الصهاينة هم لا يخافون وأنا الدفي حنين للقدس ولا فلسطين للأسف أنا أهلي تركوا فلسطين بالنكبة بالـ 48 ذهبوا إلى الأردن ولكن أريد أن أخبرك أمرا أن والدي ووالد زوجي لأنني عشت معهم وسمعتهم كانوا لآخر يوم في حياتهم الله يرحمون اثنين الله يرحمون لآخر يوم كان يظنون أنهم سيعودون لآخر يوم كان يظنون رضعنا حب فلسطين أنا لم أشاهد فلسطين ولم أزر فلسطين ولم يتحلي لكن الأمية دائما يوميا أن تزول فلسطين طبعا ورضعنا حب فلسطين وكوشيل الأراضي وصناديق تركوا كل شيء هم تعرضوا لأكبر جريمة عالمية وأنا يمكن كثير أوقات بقول أنه ربما التاريخ يشجب ما قام به هتلر من قتل وذبح والمحرقة التي تكلمنا عنها ولكن للأسف ما قام به الصهاينة صاقه 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 هم يتباكون لكن أتعلم ما مشكلتنا مشكلتنا أننا لم نستطع أن نستخدم الإعلام كما استخدموا هم الصهاينة استطاعوا أن يسخروا الإعلام العالمي لمصلحتهم كانوا يقتلون ويتباكون كانوا هم مصدر الإرهاب وشيطرت العرب دائما هم سادة الإعلام هم نسنع الإعلام اليوم في العالم صحيح بالزبط وهم على فكرة الآن هم يقومون بما قاموا به إذا عدنا للتاريخ لماذا فعل هتلر في ذلك الوقت باليهود طبعا إحنا مش ضد اليهود بالعكس اليهود ديانة اليهودية ضد حركة صهيونية الحركة الصهيونية هم اعتمدوا على الإعلام واعتمدوا على نشر ثقافات الإنحراف نشر ثقافات اللهو مثل ما هلأ إحنا هلأ شو أخذنا من التكنولوجيا ومن قنوات التواصل الاجتماعي اللي ما لقيت الدنيا غير قشور شكرا على الإضاءة على قضية الإعلام حتر كشور واتركك شوكا واني يقول لجوبلز ولي هو وزير إعلام هتلر بحينا أعطوني إعلاما بلا ضمير أعطيكم شعب بلا وعي يعني الإعلام هو هو السلاح الفتل الأساسي بكل ما يجري اليوم وهو مع الأسف بأيد نعم نحن اليوم نعيش حالة تجويع معاوي وتجهيل صحيح الرؤوس الرأس العربي العقل العربي العرب اليوم يبحث عن الرغيف هو لا يبحث عن وطن لأنه لا يجد وطنا صحيح أكيد دكتور بنا حرجع لك وحنغوص أكتر بفلسطين دكتور وداد حترتق أحد قيادات طيار المستقب يوم تتعاطيم الشأن السياسي أدي برأيك اليوم القضية الفلسطينية رغم يمكن عندك رأيي وحضرت عند رأيي آخر وأكتر من المشاهدين في انقصام عمودي في البلد بس أدي برأيك اليوم هذه القضية جمعت كل اللبنانيين لأنها قضية مركزية ريه البوصلة عليها أن تجمع كل اللبنانيين لأنه هي بالنحية البوصلة بس أنا قبل ما جاوبك بدي أرجع شوي ما فيني لأنه أنا مؤرخة شوي للتاريخ بس هيك أعمل مثل ما أقوله فريز كونولوجيك تاريخي لنشوف ليش وصلنا لهون مثل ما قالت الدكتورة 11 سبتمبر هو كان يعني ما بعرف الشرارة الشرارة بس 11 سبتمبر إجا كمان نتيجة اتفاق أوسلو يعني نحنا اليوم عم نتحدث كل اللي عم نشوفه هو نتيجة فشل اتفاق أوسلو نعم يعني منظمة التحرير الفلسطينية لما راح ياسر عرفات بال74 وعمل أول خطاب بجنافه وحامل غصن الزيتون والبندقية قال لهم يعني بتخلى عن البندقية وهذا غصن الزيتون من ال74 عرض عليهم السلام مش من 88 لما غير المساق الوطني الفلسطيني بالمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر من ال74 أول خطاب له بالأمم المتحدة أعتقد ما بقدر أقول أخطأ لأنه هو غير موجود نعم غير موجود والله يرحمه بس أنا بعتقد لا كان لازم الثنين البندقية وغصن الزيتون بس ما هو حمل الثنين يعني عم بقلهم السلام أولا بس مثل عم بقلهم ما مش السلام البندقية هي الخيار الثاني ما بعملوا ياسر عرفات ترك خيار البندقية على فكرة ولما حصر بالمقاطعة بالمقاطعة برمالله لأنه اكتشفوا إسرائيل أنه عم بيحاول من تحت الطاولة كمان يحكي بالخيار العسكري وقته مع جبريل الرجوب والجماعة المجموعة اللي كانت حده أنه الخيار العسكري الذي يضله عطول موجود لماذا حتى بس تأرجع شوي على 11 سبتمبر بس حصر هو لأنه رفض يوقع على القدس نعم جعنا على القدس رفض يوقع على القدس قال لهم أنا لن أوقع على القدس واللي ما عجبه يروح يشرب من بحر غزة صحيح فرفض قتلوه أصلا ترامب ألب لأنه رفض يوقع على القدس فعشان هيك ما بقى ينفعوا نياسر عرفات لأنه لم يقدم التنازل اللي كانوا مفاكرين بدون يخدوه منه باتفاق أوسلو لأنه إذا بتدرس اتفاق أوسلو اتفاق أوسلو لم يطبق بدون يطبقوه مثل ما هني بدون لم يطبق مثل ما وقع عليه أنه حكم ذاتي وبعد خمس سنين فيه مفاوضات وحق العودة ومنحكي بقضية القدس أنه مثل عاصمة شرقية وغربية الشرقية لفلسطين والغربية أو عاصمة انترنسلات يا ما سمعنا وزارة الخارجية الروسية عم بتبلش تسوق لحدثه لأنه هي ثلاث ديانات إذن فشل اتفاق نعم الغربية والشرقية شو هي الشرقية ممكن هي بتعرف شوي الشرقية هي أبو ديس أبو ديس هي أبو ديس كمان هي أبو ديس هلأ اللي بدت سير يعني أبو ديس هي مش القدس بس لحالة يعني تقسيم القدس يرات بيعطوك شقفة شقفة هذا شي مرفوض تماما مسافي عمليات فصل بعد ما كنا عم نقول فصل المخيامات اجتاحت القدس المستوطنات محاصرة القدس يعني ما وقف في شي فرفض يوقع اقتلوه سمموا وقتلو لا يوجد البديل هني مفاكرين أنه الرئيس أبو ماذن لن يوقع أيضا القدس ولا ممكن حدا يتجرأ لا عربي ولا فلسطيني يتنازل عن القدس صحيح أو يوقع على القدس 11 سبتمبر عملوا هني 11 سبتمبر ليش عملوا 11 سبتمبر ليفوتوا على منطقة الشرق الأوسط طبعا اسمه الديمقراطية طبعا محاربة الإرهاب هذا الاستعمار الجديد هذا النيو الاستعمار صحيح كيف قرأت كلام الرئيس أبو ماذن أنا سمعت على خطاب الرئيس أبو ماذن مثل ما بعرفه للرئيس أبو ماذن يعني منه خطاب تصعيدي هذا نعم الرئيس أبو ماذن منه هو ديبلوماسي أصلا ديبلوماسي منه خطاب تصعيدي طبعا أبو عمار يعني كان صوت كان خطابه دايما خطاب صوت عالي خطاب مش تصعيدي بس بنفس الوقت خطاب تحذيري نعم يعني عم بوجه بخطابه رسائل متعددة إنه ما تفكروا نحنا صحيح أنا ماشي بالخيار الدبلوماسي وبالخيار السياسي بس بالخيار الدبلوماسي يعني أنه أنا ممكن نروح للمحكمة محكمة الجرائم الدولية ممكن لمجلس الأمن ممكن ممكن خيار دبلوماسي والخيار السياسي بس أنا عندي أوراق كثيرة أستطيع إنه العبار نعم وأنا بتوقع فيه انتفاضة تالتي جاية تكيرا ولا انتحدى نعم الانتفاضة التالتي جاية وأنا بتمنى أنه الانتفاضة تكون بالحجر شبيهة بالانتفاضة الأولى مش انتفاضة عسكرية لأنه بتأثر أكتر لانتفاضة العسكرية ممكن إسرائيل تبتش وتضرب وتتبح بإسم طبعا الحماية نفس الخطاب نعم فأنا اللي بقولوا لأ هني فاتوا على منطقتنا 11 أيلول كانت محطة هي محطة انتقالية لتنفيذ مشروع كيسنجر ما كيسنجر قالنا إياها مئة مرة وكتب لنا إياها وقال لن يبقى مسلم كلكم حرتكم على الصحراء رح ترجعوا بدوا على الصحراء وقل دمئير قالتها بالسبعينات قالتها لمن مات عبد الناصر قال خلص الأمة العربية هلأ بنام وبطم من عيوني أخذنا الأقصى أخذنا القيامة قيامة أخذنا الدول العربية كلها لن تتحرك الجوش العربية لا تتحرك على الخنوع العرب فاجأناهم فاجأناهم نعم نوم عميق نعم فاجأناهم إذن ما في من اللي صار منه مفاجئ أبدا بس التوقيت طبعا كان التوقيت المناسب بالنسبة لألون لأنه منطقة الشرق الأوسط مثل ما بتعرفوا كلها منطقة ملتحبة إذن هذا التوقيت لإعلان هلأ ممكن يكون كمان لجس النبض ليشوفوا قديش الشعوب رح تتحرك قديش العرب رح يتحرك وقديش الدول رح تتحرك كيف حتتلقف كيف العالم رح يتلقف لأنه إذا ما ما صار في تحرك وتلقف رح يكفوا بإجرابهم بالأمس كان عندي لقاء مع السفير الفلسطيني في لبنان من أشب دبور نعم بوجه له تحية كبيرة بوجه له تحية بسؤالي عن القرار تبع ترامب بيقلي أنه القرار لا يلزمنا بشيء نعم ونعتبره كأنه غير موارد هل برأيك أنه الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية تحديداً ستتعاطم هذا القرار وكأنه لم يصدر؟ نعم نعم أنا بأكد هذا الحكي بالنسبة للسلطة الفلسطينية وبالنسبة للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هذا القرار ولا كأنه موجود رغم أنه رح يبصوا أكتر رح يسمحوا لحالهم يتمادوا أكتر ببطشون بس أنا برجع بقول وبتوجه لقيادة فتح ولقيادة حماس وللشعب الفلسطيني الآن اللحمة الفلسطينية الوحدة الفلسطينية صحيح عم نشوفها عم نبلشت طبعا نبلشت بمصر صحيح وبلشت المصالحة واليوم في دعا الرئيس السيسي لاجتماع عاجل وطارق نعم المطلوب الآن هو اللحمة والوحدة الفلسطينية نعم مثل ما صار في لبنان بالوحدة اللبنانية بالوحدة الفلسطينية بالوحدة العربية اللي حكت عندها دكتورة مجدا الوحدة هي هي المواجهة هي التي تاخذنا عبر الأمان هي الصمود صحيح أنت شو عندك خيار يعني الفلسطينيين شو عندهم خيار أو الشعب العربي غير الصمود والمواجهة والعدو واحد ما عندنا خيار تاني ما عندنا خيار نعم هلأ الآن الآن لأنه أنا بعتقد الخيار العسكري من وقت ما وقع وقعت مصر السلام مع إسرائيل فاتوا العرب بالتسوية والخيار العسكري تخلوا عنه نعم دكتور رانا حضرتك ناشطة في الحق للعام اليوم كامرأة لبنانية شو بتقولي للامرأة الفلسطينية وشو بتقولي للامرأة اللبنانية اليوم بتحضرك يعني اليوم يجب أن يتحرك الشعب اللبناني يجب أن يتحرك الشعب العربي الامرأة اللبنانية يجب أن تضع الكوفية الفلسطينية وأن تنزل إلى الميدان وتقول لا لهذا القرار تقول نعم ل القضية الفلسطينية نعم لفلسطين يعني كنا نشوف بالساحات مثل ما ذكرت دكتورة ماجدة أنه بعمرة ما كانت الامرأة غائبة اليوم بهذه الفترة تحديدا يمكن بلبنان عم نشوف الامرأة بغير ميدان يعني بالميدان السياسي البحث غير الميدان النضالي وخاصة القضية المركزية قضية فلسطين شو بتنيد شو بتواجه هلاليا وشو بتقوليها أول شيء حي نضال المرأة الفلسطينية اللي هو مش من هلأ وليس مستجدا بل كان منذ البدايات مع بدايات المقاومة مع بدايات الانتفاضة كانت وراءها الأم كانت هي التي تشجع أطفالها قوموا زدوا بالحجارة طول عمره المرأة الفلسطينية تلعب دور مهم في الصمود والتصدي والمرأة اللبنانية لا يستهان بتحركاتها اليوم نزلوا نساء وجمعياته ولقاءات كتير كمان واعترضوا اليوم قضية الكدس هي قضية حب قضية يعني هي المركز الرئيسي لمحبة العالم كله إسلام ومسيحيين كل الأدين حتى موقف الفاتيكان كان مميزا أنه هذه لا تمس هذه عاصمة لكل العالم لا ممكن أن تكون حصرا للكيان الصهيوني وهذا القرار هو للتهويد الكدس وهذا مرفوض تهويد الكدس هو المخطط الأكبر وتوسيع المستوطنات مثل ما قالوا التكاترة أنه مزبوط هذا المخطط بحصر الكدس وبالإدارات الرسمية الصهيونية كلها في الكدس ولكن الصاروخ اللي أطلقوا ترامب هالصاعقة اللي أطلقها ترامب ظنا منه أنه يستطيع أن نفعل أي شيء هذه ستوحد أولا الصفوف الفلسطينية ثانيا الشعوب العربية المنهارة اللي طالع منهمك من الحروب والصراعات أنا بقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرون لكم لأن هذه المصيبة ستوحدنا مثل ما الأزمة الأخيرة باللبنان اللي حصلت معنا بوعينا وعي رئاستنا وعي الشعب وحدة صفوف فهزمنا المخطط اللي كان مفروض مخطط لنا هذا المخطط الصهيوني الأمريكي سوف تحبطه الشعوب العربية وإرادة الشعوب العربية وإرادة المرأة العربية اللي هي الجزء الأساسي والمهم في هذه القضية نعم دكتور رانا خليني أنا أستفيد من هذا الحضور النسائي اللافت اليوم بهذه الأمسية وخلنا نعمل مبادرة اليوم عم نشوف وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بكل بيت على كل تليفون مع كل إمرأة مع كل صبيه مع كل شاب مع كل رجل اليوم بدي استفيد من وجودكن حضرتك كإمرأة ناشطة كإمرأة مثقفة صوت هادئ صوت راقي حوار شو فيك تقولي اليوم الإمرأة اللبنانية كيف فيك تعمل لمبادرة تدعية للميدان اللبناني ليقولوا كلمة حق بقضية فلسطين أول شي أنا بتقول أنه الشعار التي تدعيه إسرائيل وهو السلام وأنها تريد السلام لا يوجد بقاموس إسرائيل شي اسمه سلام هي تريده الاستسلام نعم هي تريده الاستسلام فلندعو نحن إلى السلام مثل ما الفلسطينيين طالبين أنه يعيشوا بسلام بأرضهم حقهم موطنهم أسلو كتب تحكي الدكتورة عن أسلو أسلو طلبة رجوع اللاجئين الفلسطينيين وين أني اليوم اللي قاعدين في بلدهم في فلسطين هم في خطر أنا أوجه دائما من كل منبر للامرأة العربية واللبنانية الأمرأة هي اليوم يعني مش وجهة خلاف على دورة المرأة خاصة لبنانية أثبتت نجاحة أثبتت قوتها في كل الميادين فهي تحارب داخل البيت وتحاول أن تؤسس لبيت قوي في ظل مجتمع مفكك فهي تحاول الصمود وأيضا خارج بيتها في عملها تحاول الصمود في أي ميدان وطن هي تتحمز المرأة العاطفة هي التي تحركها ويمكن أكثر الناس كتبت عن المرأة وعطفتها دكتورة مونة وهي تعلم سر صمود المرأة هي عاطفتها فهي مثل ما بتحن لولادها بتحن لبلدها بتحن لقضيتها بتحن إلى الكدس وممكن نشوف تجمع نسائي جبير في بيروت أكيد أكيد بس نحن علينا نحن كسيدات أنه لا نقبع قاعدين وبدنا نحرك كل شي ونحن عاديم محلنا هي بتكون مظاهرة لافتة لما نشوف اليوم نحن النساء هو يكفي أنه نعمل لقاء أو تجمع أو مؤتمر أو تتجمع هالجمعيات كله هالمؤسسات النسائية لنقول لا نحن نرفض ما يحصل لنسجل موقع مش ضروري كله بالتظاهر في شي بالتظاهر في شي بلقاءات في شي بمؤتمرات في شي إنه كل واحد يقول كلمته من موقعه فلنكافح كل من موقعه الشغل اللي بدي أضيفه إنه اليوم هالمصيب الكبيري اللي كتار عارفين فيها مسبقا ولكن عم حاولوا يفرضوها علينا على الأرض هيده هالمصيب عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرون لكم وأنا مصرة أيضا مثل ما قالت الدكتورة أنه المصيبة ستجمع ستجمع وحدة العالم حربي من جديد وحدنا وتخلينا نفيه هيده كف أو أكلنا هلأ هتخلي شعوب العربية كلها تفيه وتقول له وين نعم هتوع على هالمخطط نتخلى عن الخوف علينا أن نتخلى عن الخوف نعم دكتور ماجدة اليوم كنت عم تقولي على شغلة بهمة وهي الإعلام نعم ممكن ما قدرنا حكينا أكتر أنا اليوم حبيب اسمع رأيك كأعلمية وقام مواطني هل راضي على الإعلام العربي بحق القضية الفلسطينية؟ طبعا لا أنت راضي نبي أنا لا أبدا حدا ستة راضيين أبدا ما في حدا يعني عاقل يرضى عما يقدم الإعلام العربي اليوم أجل يذكر نعم تذكر كلمة فلسطين بغض النظر عن فلسطين وهذه القضية المحورية المصيرية المركزية للإعلام العربي الإعلام العربي يلتهي ويلهي العقل العربي الآخر المرأة والرجل والجيل الجديد بأكثر الأمور سطحية وتفاهة وسفاهة وابتذالا هذا هو الإعلام العربي اليوم أين سوف تذكر فلسطين من كل هذا؟ اليوم نجد الفنون الهابطة تملأ الإعلام العربي بشكل مريع هذا ما يوجه اليوم إلى الأجيال يريدون تصطيح العقل العربي وتجهيله وهذا ما يحدث لا أدري إن كان عن قصة عن مخطة عن مؤامرة عن مخطة عن قصة يعني ولا يجب هنا كمان القاء اللا دائما اللوم على الآخرين نحن مسؤولين بالدرجة الأولى القادة العرب والحكام العرب هم أول من ذلوا هذه القضية هم المسؤولين تعرف سأله مرة شورشل ما رأيك بالشعوب يعني كيف تصف الشعوب قال لهم قال إذا مات الإنجليز تموت السياسة إذا مات الألمان تموت القوة إذا مات الفرنسيون يموت الزوق إذا مات الإيطاليون يموت الإيمان وهكذا دوليك وإذا مات العرب تموت الخيانة تعرف اليوم أكبر خيانة لقضية فلسطين من الداخل العربي من الشعوب العربية من العقل العربية حتى الشعوب العربية عم نقول أنه اليوم الشعب توحد حول هذه المصيبة والقرار الفادحة اللي اتخذوا ترامب وكأنه عم يشتغل بملكية خاصة كأن القدس هي ملكية ملكية له يعني هذا طبعا نعمل اعتبار لأحدا حتى لو ليس لها مفاعل قانونية دولية ولكن نحن نعلم تماما أن الكيان الإسرائيلي لا يقيم أي اعتبار لأي موثيق دولية ولأي قوانين دولية ولأي قرارات يعني أمريكا تقرر هي وإسرائيل وسوف ينفذ وهذا ما حدث اليوم تنقل السفارة بدأت تنفيذها يعني هو سيك طويل ولكن بدأت فيه لذلك الإعلام العربي أستاذ نبيل إعلام كارثي كارثي اليوم نحن كيف تستطيع أن تبني جيلا مستقبليا بما نعلم تماما خاصة الإعلام الجديد أو نيومي ميديا كما يسمى على التواصل الاجتماعي والإنترنت وهذه الانفتاح الرقمي المخيف على لا حدود قرية كونية العولمة العولمة شيء والعولمة في العالم العربي شيء آخر نحن لا ندري ماذا يجري من هذه العولمة الحداثة أين نحن من الحداثة نحن نتكلم نتحدث عن جيل أنا أعمل في جامعة أنا أكاديمية وأعمل في جامعة أرى وأسمع هذا الجيل كيف يفكر صحيح ماذا يعرف ما هي ثقافته لا يعرف إله أي اسم ليس فقط من العالم العربي بل من العالم أي مفكر أي مثقف أي عالم لا يعلم من هو غاب الكتاب غاب الكتاب حتى على وسائل يعني الوسائل الرقمية التكنولوجية والإنترنت لا يقرؤون أصبح الثقافة مختلفة تماما لذلك الإعلام هو أكبر مؤثر وهو لعبة أكبر دور سلبي في تدمير المجتمع العربي أكثر ما هو مدمر وعن بيكفوا بهذا الموضوع كل ما نفعله اليوم من خلال إعلامنا هو برامج الهوات الفن بتشوف في مرة استضفنا أحد هذه البرامج في الجامعة طلبوا مننا أنه يعني ياخدوا القاعة وصر تشوف الشعوب العربية كيف عم بي رح يقتلوا بعضهم لحتى يقدروا يوقفوا بالصف ليطلعوا يغنوا هو الهدف اليوم عند الجيل الجديد شعب العربي يكون فنان شوف شو هالطموح يعني من بعد ما العالم العربي طلع علماء وشعراء وكبار المفكرين لما كان في نهضة بهذا العالم العربي اللي انتهت وخلصت يعني وانتهينا صرنا اليوم نعم انحطات كامل وشامل وحقيقة أنا عم بحكي بدون هيك شعارات موجود هيدا هيدا الواقع اليوم والسبب الرئيسي هو الإعلام لأنه هو قادر يعطيك الصورة ما نتحمل المسئولية للي وصلنا له اليوم نشوف الإعلام العربي دائما هو إعلام موجه هو إعلام عنده أصحاب هو أو لتيار لحزب لقائد لزعيم تابع ومرتهن بالتالي يعني ليس هناك إعلام حر في العالم العربي لبنان يتمتع بهذه بهذه المساحة من الحريات يعني كما دائما ليس جديدة مصادر أيضا من الغرب مصادر من الغرب طبعا طبعا أو يخدم الغرب يعني أعظم الغرب عم بيخدم المشروع الاستعمار الجديد تعرف لي بالأعلام الغرب هذا هو المطلوب منه يعني كمان نحن ما فينا نلقي اللوم دائما ونحمل مسئولية إلى الغير مثل ما قلت ونقول استعمار نحن مستعمارين من الداخل بالجهل وبالتخلف تعرف أستاذ نبيل أنه الإنسان العربي يقرأ بسنة كاملة ست دقائق أنا أجرت دراسة على المطالع والقراءة بين الغرب والعالم العربي أم تقرأ لا تقرأ تعلم أنه دار فرنسية دار نشر فرنسية واحدة اللي هي جليمار تنشر سنويا الدور النشر العربية مجتمعة طب هيدا شيء ليش ترجم ترجمت كتب العربية موأش الخطيب جدا ترجم آلاف الكتب الأجنبية العربية ولكن قليل جدا لتترجم كتب عربية إلى الأجنبية خليني قرأ أول شيء عربي قبل ما نحكي ترجمات تعرف الأدب العالمي والفكر العالمي يعني الدبلك توسع الأفق يعني عند الإنسان تبدأ من هناك يعني نحن أكيد عنا ديوان الشعر العربي اللي منعتز فيه عنا كتابنا وفكرينا اللي بلشوا ينتهوا شوي شوي هذا آخر رعيل هذا الرعيل الأخير اليوم اللي ما رح نشوف غيره تعرف يعني اليوم أنا خايفة من اللي صار هذا القرار البشع يعني اللي اتخذ ترامب شيء للمفاعل القانونية أنه نكون اليوم وصلنا لوقت متل ما صار بآخر يعني مع آخر ملوك ملوك الأندلس يعني أبو عبد الله الصغير سلمنا كل شيء سلمنا كل شيء هذا العار يعني اللي اعتبر أنه ابكي كالنساء على ملك لم تصنهوا كرجال لما قلت له أمه أنه عم يتطلع أنا خايفة تكون هيدا النظرة الأخيرة اليوم أنه شلل يعني عم تحكوا عن انتفادة ثالثة عم تحكوا عن شعب آم عن جمعة غضب بس الخوف أنه هذا الشعب لوحده شو قادر يعمل دائما هناك نحن بحاجة إلى قائد والقائد العربي مات من زمان من سوف يكمل ما بدأ به الشعب الفلسطيني ومن دون أي مزايدة على تضحيات الشعب الفلسطيني ونضالات الشعب الفلسطيني هو الجمرة الجمرة ما بتحرق إلا محلها وهذا حقيقة صحيح الشعب الفلسطيني هو أكتر شعب بالتاريخ الحديث كتألم وناضل ومن دون أن يصل إلى أي نتيجة بالعكس إسرائيل تتوسع توسع مستوطناتها اليوم القدس صارت عاصمة لألاء ونحن نتراجع والعربية تراجعون دمرت المدن العربية دمرت تراث العالمي التاريخي الموجود بالدول العراق بسوريا شو صار دمروا الإنسان ودمروا تراث والحضارات الأقليات اللي كانت موجودة بالدول العربية بالعراق الأيزيديين شو عاملوا فيهم وغيرهم هو دي الطائف الوحيد الموجودة بسنجار صحيح أنا أنا بنزيد عليك بس لو سمحتيني شغلة مش بس دمرت الحضارة وتدمرت التاريخ والثقافة كمان في شغلة كتير مهم أنه تدمرت اللغة بالعولمة يوم وينا اللغة العربية صحيح نكتب بالأجنبية عربيا هادي كارثة هادي كمان جزء نحن نفقد بدأنا نفقد هويتنا بدأنا نفقد لغتنا صحيح هادي شغلة كمان كتير خطيرة بدأ ديف شغلة هون عن دور المثقف دور المرأة ودور المثقف أنا بعتقد يعني انطلاقا من أن القدس أنثى وهي الرحم الذي ولد منه ولدت منه كل هذه الديانات المرأة الفلسطينية والمقدسية والعربية هي ولادة فكر ولادة رجال نعم ماذا يحدث بعد ذلك نحن لا نعلم ولكن هذا الدور أو هذا ما عشناه عن القضية الفلسطينية حقيقة ما عشناه كان على اللسان وبصوت امرأة فيروز صحيح فيروز هي اللي وصلت سافرة لبدان إلى النجوم وصلت القضية الفلسطينية إلى العالم أكتر من كل قادة فلسطين وأكتر من كل قادة العرب المثقفين العرب الشعراء محمود درويش مين اللي حق مرسال خليفة سميح القاسم فدوات وقان مين اللي وصل للقضية الفلسطينية غير المثقفة أدوار سعيد جبرا برهيند جبرا جمنا الشابي يعني طبعا يعني كل المفكرين والشعراء والمثقفين هم فقط من حملوا صحيح القضية الفلسطينية وليس القادة العرب الذين اتخاذلوا وهم اليوم كأبي عبدالله الصغير الذي يبكي على ملك على ملك لم يصنه كالرجال يبكي كالنساء واليوم إذا أي قائد عربي يبكي على فلسطين ويبكي على القدس فهو أبو عبدالله الصغير الثاني نحن نعيش اليوم أو بقولوا أنه العرب بيعيشوا على أمجادهم على أمجاد الأندلس ولكن الأندلس انتهت خلصت هي جميلة كيوسف لكن خانوها الأشقاء صحيح ست مرة اليوم إذا بتقولي لطلابك لك تحكي لهم عن فلسطين شو أول شيء بتخبرهم عن فلسطين يمكن أهم شيء يمكن أخبروني أول شيء الكل بيعرف قديش فلسطين جميلة يعني يعني كنت أستمع إلى أمي وأبي كيف يصفون كيف يصفون فلسطين كيف يصفون يافا يافا حسب وصف أمي وأبي من يافا حضرتك حديدا نعم كانوا يصفون جميلها كانوا يصفونها البرتقال بيارات كان أبي يقول عن بيارات البرتقال كانوا يستمتعون بتلك الطبيعة الرائعة الجميلة هنا ثم انتقلنا إلى بعد النكبة إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة طويلة من الصمود يمكن لم نتوقع لا هم توقعوا ولا نحن توقعنا أن تطول هم بنوا الصهاين للأسف بنوا مجد عمره هلأ تسعة وستين سنة ونحن تباكينا تسعة وستين سنة صحيح للأسف صحيح وللأسف دائما دائما نبكي يعني احنا دائما أول ما نصفق وبالآخر ننتخب ونعيش على الأطلال أخبر أخبر طلابي عن الصمود أخبر طلابي عن عدم التخاذل أخبر طلابي أن لا ننقاد أخبر طلابي أن لا أن يبتعدوا عن النزعات أو عن الغرائزية اللي جربوا جربوا أنهم يزرعوها داخلنا لأنه إحنا اليوم للأسف نحن نتكلم من من غريزة أكثر ما أنه نتكلم عن واقع حقيقي أريد ذكروا ذكروا اللغة دائما دائما أشجع الطلاب على اللغة العربية والتمسك باللغة العربية لا أدري إن كان الكثيرون يعلمون أن لا يوجد هناك لغة اسمها لغة عبرية نحن للأسف 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 الصهاي نتعلم مننا وأخذوا مننا كل شيء ولكننا نحن لم نتعلم منهم لماذا؟ بالنسبة لللغة العربية لا يوجد شيء اسمه لغة عبرية اللغة العبرية كانت فقط عند رجال الدين بضع كلمات بضع جمل بضع عبارات شخص واحد بدأ باسمه العازر بالـ 1880 جاء من أوروبا وسكن في فلسطين نعم هو بدأ ضحكوا عليه بالبداية أن هذا المجنون يريد أن يصنع لغة وأن يخترع لغة جديدة واستطاع وتمكن رجل واحد بدأ من بيته أصبح لديه تلاميذ تطور تلاميذ وكل واحد منهم فتح في بيته وثم أصبحوا هناك مدرسة ثم كتبوا مجلة كانوا يذهبون إلى الصين كي يحضروا كلمة عبرية واحدة من عالم يهودي كانوا يسافرون إلى آخر أنحاء بقاع الأرض صنعوا لغة من لا لغة وحين عجزوا ولم يجدوا كلمة تدل أو يعتبرون أنها لغة ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يركبون بعض الكلمات ويستخرجون كلمة نحن اليوم نستغني كان أنا من الرواد الذين يتكلموا في لغة شباب العصر لغة شباب العصر في وسائل التواصل الاجتماعي هي تمسخ اللغة العربية هي تمسخ الجيل أصبحوا يخشون يخافون من لغتهم أنا والشيء الذي أريد إيصاله إلى تلاميدي وإلى الجيل الجديد الذي نعول عليه وربما إلى الأمهات كنا نقول دور المرأة دور المرأة نحن لا نريد المرأة بالميدان لا نريد المرأة أن تحمل علم وتتظاهر نحن نريد المرأة أن تثقف أبنائها نبدأ من البيت نبدأ من النفس حين تعلم المرأة أبنائها كيف يحافظون على تاريخهم كيف يحافظون على لغتهم كيف يتمسكون به نحن نتنازل نحن إن جاء أحد اليوم وقف وقال من يتنازل أول من يرفع اليد نحن العرب للأسف هذا الأمر أعتقد أنه سيقودنا إلى إلى الأسوأ وليس إلى الأفضل بالنسبة أنا أعيد أود أن أقول لكل سيدة ليس بضرورة أن تكون أستاذة ولا صاحبة ولا صاحبة شركة ولا لكل إنسان للطفل للشاب للمرأة للرجل للمسن الإعلام لعبة الدور السلبي والأكثر السلبية منذ سنوات اليوم ربما جاءتنا التكنولوجيا بوسائلها بوسائل التواصل الاجتماعي كي ربما تجعلنا نتمسك بالقشور أو ربما نحن تمسكنا بقشور تلك التكنولوجيا ولكن أعتقد أنه منبر أنه منبر لكل شخص لي ولك ولها ولكل إنسان أن يعطي رأيه أن يكتب اليوم أنا كتبت على الفيسبوك شيء عن فلسطين وشيء عن القدس وطلبت من الآخرين إذا كنتم لا تستطيعون أن تكتبوا مثل ما كتب فشاركوا ما كتبتوا على صفحاتكم وهذا بالفعل أمر حدث فعلا شاركوا ذلك فحين نجد أن التعبير الإعلام الإعلام عندنا الحقيقي هو إعلام مهزوم مبحوح لا يصل صوتي وصوت صوت الدكاترة وصوتك يمكن لا يصل لو وضعنا صورة الكل يضع عليها لايك والكل يحب والكل يسعد بالصورة ولكن المنشور الآن لا نستطيع أن ننشر مقالة كما هي أنا أنشر مقالاتي أكتب المقالة واقتطف منها مقتطفات كي تقرأ أنا أعتقد أن علينا أن نعمل كأفراد ثم إذا انطلقنا من الفردية نستطيع أن نؤسس الجماعات نستطيع من الجماعة أن نؤسس أوطان أن نؤسس مجتمعات لا نريد أن نبقى أصحاب ردود فعل ترامب أعلن القدس عاصمة للصهاينة نحن قمنا بردود فعل علينا أن نقوم بردود الفعل تلك ولكن علينا أن نخوض أكتر علينا أن ندرس التاريخ ونتعلم علينا أن نأخذ العبر لا نستطيع أن نكون فقط أصحاب ردود فعل علينا الفعل طالما أن هناك طالما أن هناك رد فعل لأمر معين فلنفعل كما فعلوا فلنكون في الواجهة نعم للأسف كل واحد يظن أن الآخر ربما يقوم وبعدين على طول شغلة بنقولها إحنا على طول أنه لي وقفت علي صحيح دكتور أكبر دكتور ودد حضرتك كنت مستشنة الزعيم يا سيد عرفات كما ذكرت لما كنت معصرتي وبعدك الفترة كان عنده الأمل أنه فلسطين ستتحرر على طول أصلا كان عايش كأنه عايش بالفلسطين لم ينقطع هذا الأمل أبدا كان على طول يقول أنا راجع لفلسطين لما انترك بال82 لبنان بالباخرة بالبحر رح على تونس شو قال لهم بالباخرة بالبحر رايح على فلسطين مش عالتونس أنا راجع على فلسطين على طول بالنسبة له فلسطين رح يعني رح تتحرر وسوف تعود وسوف يعود الحق لأصلا شو كان يقل أنتوا المقربين منه شو كان يحكي بهديك المرحلة عن فلسطين عن أرض فلسطين عن مواجهة العدو الإسرائيلي كان يقول دايما أنتوا شعب الجبارين طول ما في أشبال طول ما في زهرات طول ما في نفس مقاوم طول ما في ولادات طول ما في نساء جبارات مثلكم طول ما في نفس مقاوم فلسطين لن تكون إلا لكم نعم عم شوف فيك محبة لفلسطين وكأنك فلسطينية يعني كأن الولادة ولا لنتك من فلسطين نعم أنا أمي من أصل فلسطيني نعم ولا تزال تتكلم اللاجة الفلسطينية طبعا أنا من بيروت ولكن أمي من أصل فلسطيني أنا بالنسبة إلي فلسطين عشق في علاقة بيني وبين فلسطين لما كنت بالمدرسة نعم يعني كنت أكتب أشعار شعر عن فلسطين نعم بتذكر كنت بمدرسة المقاصد وكانت مدرسة التاريخ من بيت الفرهوم أصلا فلسطيني نعم فكانت تقرأ للشعر وتقرأ لمواضيع الإنشاء يعني دايما أكتب تراجعيها لحنين نعم رجع من نسبة إلي كنت أكرأ كتير عن فلسطين كان فيه للأسف شيء اسمه بكتاب التاريخ ملحق تاريخ قضيات فلسطين حتى هاي أبوه نعم يعني كان عندنا ملحق إجباري تاريخ قضية فلسطين بمادة التاريخ هيدا اختفى فكنت أقرأ عن فلسطين من أنا بالمدرسة يعني هذا ما دفعني أنه اتطوع للقضية الفلسطينيين كان عمري 15 سنة يعني تعلمت التحرير تعلمت الأعلام أنا كان عمري 15 سنة بمنطقة سنة جديدة بسبب فلسطين نعم بسبب فلسطين بفلسطين الثورة كانت مجلة فلسطين الثورة أسبوعية وكانت يومية وكان يزورنا أنا تعرفت عيسر عرفات من خلال المجلة هذا المبنى هذا المبنى لحد مبنى لتحدم تعرفك تعبو أياد نعم تعرفت بحذا المبنى عشت عشت كان فيه ما فيه شيء كان فيه فلسطينيين وليبنانيين يعملونها كان فيه حركة وطنية كان فيه قضية فلسطينية كان فيه جو مقاوم نفس مقاوم يعني أنا كنت صغيرة وعشت هذا النفس حظي حلو أنه عشت هذا النفس نشأت علي تربحت علي اليوم خف هيدا النفس معتش منه مش خف مش معتش موجود هذا النفس لم يعد موجودا رغم أنه رغم أنه رغم أنه لا للأسف مش كلهم للأسف مش كلهم طبعا طبعا أبدا أبدا للأسف دائما رفيق نضال يكون معه ذكريات فيه ذكريات منتذكر نستعيد أوكي بس فيه ممكن أولويات تغيرت أولويات تغيرت عندهم ممكن مثل ما حكت عصر العالمي أثر كتير على 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 هالناس بس بالنسبة لأن القضية الفلسطينية قضية مبدئية وأنا تخصصت بالقضية الفلسطينية أنا عملت الدكتورات تعيتي عن القضية الفلسطينية نعم بمريز وواضح الحب لفلسطين والتعلق بفلسطين طبعا طبعا عندما تحرر إن شاء الله فلسطين حتى بدرسها هلأ لطلابي نعم أنا طلابي أنا بدرس القضية الصراع العرب الإسرائيلي يعني بعد القضية بيخير درسها لطلابي هلأ أتنع أنا وقت في تضامنية مع الطلاب على القدس وعطول حتى أنا كمديرة بقلهم لما بيختلفوا الأحزاب مثل ما بتقول بين بعض الطلاب ومجلس الفرع بقلهم ما تنقوا عنوين خلافية نقوا عنوين بيجمعكن فلسطين تجمعونا تعملولي نشاطات تحت هذا العنوان يعني بحاجة نحنا بالجامعات نرجع نستذكر هذه القضية طبعا يعني أنا من نحيتي عطول هذا مستمر هذا مستمر يعني دايما بشترك بنشارك يعني بنعمل معرض بنعمل ندوات بنعمل لقاءات حتى مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين يعني في شي مشترك بنعمله على طوري عندما تحرر فلسطين إن شاء الله إن شاء الله أول مطرح بتحب دروي على فلسطين وين؟ حيفا الكرمل محل ما ماما خلقت بتروحي أنت كرمل ماما بتعرفها ماما تركت عمره 14 سنة وبعدها بتعيش حنين يومي طبعا بعد المفتاح معا وبعد بتعيش الحنين يومي وبعد تحكينا على الأصص كحلي مخمل متل لون البحر وكله كلها بعدها بذاكرتها كلها حية وإحنا الأجيال كمان الكرمل من أجمل الكرمل هي من أجمل منطقة ومنطقة البطلة المشرفة على فلسطين فحيفا الكرمل يعني هلأ أكيد أهلنا بالمخيمات الفلسطينية اللي عم بشاهدونا أكيد بح تكونوا أخطون بالحنين والذكريات وللحب تحية إلهم تحية إلهم طبعا لكل أهل فلسطين الشتات تحية إلهم عايشين بالمخيمات وبالبقص بقلبهم بفلسطين بس كأنهم عايشين بفلسطين وبذاكرة فلسطين هذا الأمل يمكن يخليهم يصمدوا صحيح صحيح نروح نكون ببرات لبنان ما نلتق بفلسطينيين بعضهم حافظين على اللهجة على اللكنة على العادات على التقاليد على حب القضية على التراث حتى الملابس يعني دايما الفلسطينيين بعضهم صبر والمتابرة يعني هيدا الشيء الوحيد اللي عم بيحاربوا فيه نعم أنت بتعرف أنه بيحاربوا بالعلم هني من أكتر الناس المتعلمين صحيح صحيح بيحاربوا بالتراث بالحفاظ على التراث بالفن بالدبكة مثل معالة دكتورة ماجدة برعوا بالثقافة بالشعر بالأدب بالرواية أمي الحبيبة كتب المتشائل أنا في قضية اخترع كلمة صحيح المتشائل أنا درست بفرنسا وعشت عشرين سنة بفرنسا ترجموها بفرنسا الأوبتيسيميست نعم يعني الأولى أوبتيميست وبيسيميست أوبتيسيميست مزاجوهن إذن يعني فيه خلاقين مبدعين نعم فيه شغلة لازم ننتبه له فيه عنصرين ما ماحكينا يمكن معنا وقت نحكي فيهن هو العامل الديمقرافي اليهود خايفين أو الصهايني خايفين من العامل الديمقرافي بعام ٢٢ العامل الديمقرافي عند الفلسطينيين سيكون أكتر من عند من عند الإسرائيليين نعم وفيه شغلة تانية بعد قرار ترامب المرحلة الآتية اللي هني عم بيحاولوا يعملوها يكرسوا يهودية إسرائيل نعم هو هيدا مرحلة لا يرجعوا للترانسفير إنه الأردن الوطن البديل ولأنه إنسوا حق العودة ما بقى فيه مفاوضات أوسل انتهى هاي القدس راحت ما بقى فيه أوسلو ما بقى فيه مفاوضات ما بقى فيه حق عودة إذن إذن فيه ترانسفير فيه تثبيت هاي هاي خطرة هاي لازم نحنا نتنبه له الشغل المرة الجاي حيكون على يهودية إسرائيل تصور إذا تثبيت يهودية إسرائيل يعني نحنا نحنا لبنان ولا دولة عربية حيكون بمنأة نعم ولا دولة عربية حتكون بمنأة يعني اللي جاي إذا نحنا كالفلسطينيين هلأ عودونا أنه يكونوا هن الحامين واللي عم بدافع عن الشرف العربي عن قدس اللي هي بتمثل الشرف العربي والعرض العربي والديانة والديانة الديانات السماوية كلها عودونا أنه هن يكونوا بالوجه وبالدفاع فانتبهوا يا عرب انتبهوا يا شعوب انتبهوا لأنه إذا ثبتت يهودية إسرائيل نحن رايحين للخطر يعني دقا نقوص الخطر قبل ما انتلعن دكتور رانا يمكن التحيي الكبرى هنا للأسر الفلسطينيين يمكن اللي عم يعانوا من الأمرين نعم للبرغوتي قدش قلوه برغوتي قدش قلوه لكل الأسر الفلسطينيين اليوم هني بسجون الاحتلال شو بتقولي لهم اليوم؟ كان مناضلة فلسطينية ويمكن كنتي ممكن تكوني معهم بالسجون لأنه في مناضلات حتى اليوم بالسجون الإسرائيلية نعم أنا بوجرهم تحية كبيرة وبقول لهم أنتوا أنتوا القضية المركزية أنتوا الأسر الفلسطينيين أنتوا العشب العشب اللي بينبت بكل بيت بكل جلينة فلسطينية المرأة الفلسطينية بتحب تزرع بتحب تحصد بتحب أرضها بتفلح بأرضها أنتوا العشب اللي عم بخلها بخلها المرأة الفلسطينية تفلح وتستمر يعني أنتوا الأسرة ما حدا نسيكن لا الرئيس محمود عباس نسيكن لا الشعب الفلسطيني نسيكن صوركن بالمخيمات الفلسطينية بكل بيت بالمخيم الفلسطيني بلبنان عباب المخيمات صوركن موجودة أنتوا بقلوا بكل فلسطيني بالخارج وبالداخل أنا بوجه لكم تحية كبيرة وبقلكم أنتوا عطيتوا دمكم في دا القضية الفلسطينية بستدقوني هذه فلسطين لكم وهذه فلسطين لن تكون إلا لكم ولن تكون إلا عاصمتها القدس حرة أبية عاصمة أولى القبلتين وكما قال ياسر عرفات القدس لنا 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 ولن تكون في يوم من الأيام لكم دكتور رانا حضرتك سفيرة للسلام المتحدة وحضرتك عضو بعدة منظمات دولية أدى اليوم المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية اليوم بعد قضية فلسطين تعنيها ما في شك أنه كان في محاولة واضحة وفاضحة خلال الصراعات العربية المزمنة لإجهاد قضية فلسطين يبعدوا كل الرأي العام عن أي تفاعل مع القضية الفلسطينية كانت هذه محاولة واضحة هلأ بدل فيه وصارت على المنابر الدولية وكأنه إنشاء فقط ولكن فعل ما فيه بل كان فيه محاولة واضحة للإشحاف بهذه القضية وإشخاضة مشان هيك إذا منلاحظ الطايمينج طريقة الترتيب الوقت متى أعلن هذا القرار اللي هو قرار خطير ولهو أنا أكيد سيؤدي أيضا إلى حرب دامية وهذه الحرب تنشدها إسرائيل وتسعى إليها ومش بس هيك هن كمان سيطروا على قرارات الأمم المدحدة ومجلس الأمن وصار فيه محاولة كمان لسيطرة وهذا شيء كتير كتير خطير على مجلس الأمن وعلى قراراته من خلال إنه قربوا ناس طبعين للصهيونية العالمية للتأثير على هذه المقرارات وهن يضربون في عرض الحائط أي قرار دولي فما بدنا نضحك على حالنا نحن اللي بد السلام نحن اللي ننشد السلام ولكن إسرائيل لا تريد السلام أقول وأكرر تريد الاستسلام وبطريقته لكن هون يبقى نحن دورنا ودور الشعوب ودور الأمهات دور كل واحد من موقعه يجب أن يحافظ على هذه القضية هذه مش قضية بس فلسطينيين لحالهم قضية الأمة العربية كلها والإسلامية وحتى تخص المسيحيين بيت لحم كنيسة القيامة من سيقرعوا الأجراز بس لازم نحن برجع للحرب الصهيونية على المجتمعات العربية حرب الصهينة ليست فقط عسكرية هي اجتماعية هي اقتصادية هي استطاعت أن تخرج كل المجتمعات العربية وهي الأقوى بالتفاهة العولمة نحن ما أخذنا جوهر العولمة اللي كانت عم تحكي عنه دكتورة ماجي ما أخذنا الجوهر في العولمة أخذنا القشور وأخذنا المزار اليوم أنا أعجب لهذا الجيل اللي ما بحس عنه انتماء انتماءه ضعيف مش بس لوطنه لعروبته طب ينفمي إلى ما لوطنيته للعروبة اليوم أصبحت عم يستخولنا هل أصبح أصير تكنولوجيا؟ للأسف بس عم ينسخولنا من دماغنا شيء اسمه عروبة إنه بيقلك شو بده أي عروبة وين بعد في رمز للعروبة عن شو عم نحكي نحنا عم نبكي على الأطلال ولكن لا أنا مع الأمل فلنبكة يبكى عندنا الأمل والأمل هو سر صمود الفلسطينيين حليكون عندنا أمل أوي بغدا مشرك لن تكون لن تكون القدس عاصمة لإسرائيل مهما كان بقوة وصمود وأمل الشعوب العربية والشعب الفلسطيني وأنا عندي قناعة كتير مهمة إنه الشعوب العربية تستطيع إحباط هذا القرار بس ننتبه للأجيال القادمة ننتبه شوي لو كل أم بجاء بيقلك الأم موقعها مش بس على بالشارع مثل ما قال الدكتورة لا ببيتها نعم رجعي يحكيهم عن الوطنية رجعي يحكيهم عن التراثنا رجعي يحكيهم عن التراثنا مش اللي نبكي على الأطلال حكيهم إنه هيدا جزء هيدا امتداد لإلنا نحنا نعيش يعني نعيشنا بذكريات مستقبل مستقبل زهر من خلال ماضينا فالمصنعوا نعم مش مستقبل زهر بالتكنولوجيا وبرجع بشدد أنا كتير لأن نحنا كمان بعدة منظمات عربية ركزنا على دور اللغة العربية أقل شي نحافظ على لغتنا هويتنا بدي كتير ركز أنا على الخطورة اللي عم تتعرض لها مجتمعاتنا إن كان بالإعلام واتطرقت بشكل كافي بعد الدكتوراه إنه اليوم الإعلام هو سلاح له حدين خطير إذا وجهناه توجيه صح هنكسب أوطاننا وأجيالنا أما إذا وجهناه بشكل تافه لهالعقول نحن نستخف بهذه العقول دكتور ماجدة بإجاز لو سمحتي صنم الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة حضرتك شاعرة بكلام جميل بكلام شاعري كيف فيك تنهي هذه الحلقة وشو بتحب تقولي للشعب الفلسطيني بس بإجاز لو سمحتي كل التضامن وكل الوفاء وكل الاحترام لتضحيات الشعب الفلسطيني حقيقة هذه يعني كل الشعب العربية لازم تكون من المسلمات لازم التكافل والتضامن لإيجاد حل أن تنتهي هذه المأساة مأساة العصر فلسطين خصوصا اليوم مع القدس اللي سماها وازال بدكيها شعر مظفر النواب يعني اليوم بعتقد هو أفضل من يرد على قرار ترامب هو الشعر العراقي الكبير الجدلي والإشكالي مظفر النواب لما قالهم إلى العرب هون أتوجه دائما وعزرا أنه دائما عم بيكون الحديث بهذا الاتجاه ولكن مثل ما قالنا هيدا نتيجة أفعالهم صحيح القدس عروسوا عروبتكم فلماذا أدخلتم كل زنات العالم إلى حجرتها؟ يعني هذا ما حدث وما يحدث إذا بدك نقرأ مقطع للشاعر الفلسطيني محمود داربيش وهو من حمل أكثر من حمل قضية الفلسطينية للعالم نقرأ مقطع من بإيجاز بإيجاز مقطع صغير في القدس أعني داخل الصور القديم أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني فإن الأنبياء هناك يقتسمون تاريخ القدس تاريخ المقدس يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل أحباطاً وحزناً فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة هذا مقطع من قصيدة محمود داربيش الرائع في القدس هذا الصوت الرائع شكراً 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 أنا أريد أن يكون أن تفتح المنابر الإعلامية المجال تفسح المجال للأصوات المنادية بالحرية التنازل يجر مزيد من التنازل نظن أو يظنون أننا إذا تنازلنا سوف نحصل على شيء مقابل ذلك التنازل ولكن كلما تنازلنا أكثر سيطلب منا المزيد من التنازل علينا أن نقف وقفة واحدة علينا أن نكون معاً علينا أن نكون شعب عربي مسلم مسيحي علينا أن لا نتفرق ولا يفرقوننا ولا نتتحكم بنا الغرائز علينا أن نقول بصوت واحد القدس لنا فلسطين لنا هي لكل العرب وليس فقط للفلسطينيين نعم دكتور وداد بإجاز لو سمحتين نعم أنا رح أنهي بجملة واحدة للشاعر محمود درويش عندما قال لهم تصبحون على وطن فأنا بقلكم يا شعبنا في فلسطين يا شعبنا في خارج فلسطين تصبحون على وطن وهذا الوطن هو وطنكم وهذه القدس هي قدسكم فنحن معكم والله معكم ومثل ما قال المرحوم ياسر عرفات أبو عمار يا جبل ميه الزكريح وأنا بعتقد هذه الريح ما ستحزن وهذا الشعب المقاوم سوف ينطفد وبدأت الانتفاضة وتحية كبيرة لهذا الشعب الجبار نعم دكتور بإجاز لو سمحتين بالسواني الأخيرة يعني لن تستطيعوا أن تطفئ غضبنا الغضب سيستمر والأمل أكبر وأكبر بدولة فلسطينية عاصمتها القدس وأنا أوجه تحية لكل إنسان يقاوم ويصمد في وجه هذا العدوان وهذا هو عدوان العصر ونحن في مرحلة لا يستهان فيها كمان بطلب المزيد من اللحمة العربية لأن أي عربي سيساعد بأن تكرج كرة النار في فلسطين سترتد عليه نعم إياكم واللعب بالنار فلسطين هي لنا الكدس هي لنا وهي جزء من الوطن العربي بل الجزء الأساسي والرئيسي ونحن نتأمل ونتأمل بالجيل الجديد بدأت توجه كتير لأنه أنا الحبي لفلسطين أنا لست فلسطينية ولكنني فلسطينية الهواء لأنني فتحت عيوني ببيت في سيرة فلسطين أنا ما فتحت عيوني إلا بالحرب وببيت عم يحكي عن فلسطين والقضية الفلسطينية وعبد الناصر والوطنية والعروبة فريد هالجيل هيدا كمان يتمسك ويعرف أكتر عن وطنيته وعن عروبته دكتور رانا دكتور ماجدة دكتور مونا ودكتور ويداد أنا بدي أتشكركم من شكل كتير كبير نحنا بدي أتشكركم على هذه الحلقة الرائعة والمميزة وفي الختام القدس ستبقى عربية القدس عاصمة فلسطين الأبدية وكما قالت السيدة ويداد تصبحون على وطن تصبحون على خير بعد هذا النهار التضامني الطويل من تلفزيون لبنان إلى القدس وفلسطين كل التحية والتحية تصبحون على خير تصبحون على خير